نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إصدار قراراً بمنع جميع أصحاب الأمراض من الصفر لأداء مناسك الحج وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المراضية التي ينطبق عليها شروط المنع من الصفر لأداء مناسك الحج هم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي ومرضى التلايف الرئوي وحالات السمنة المفرطة المراضية التي تمنع صاحبها من الحركة والصفر وأيضاً الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية وتلايف الكلوي والأورام إضافة إلى الحوامل خاصة في أشهر الحملة الأولى أو الأخيرة والمصابون بالزهايمر والمرضى النفسيين تبقى للتقارير الطبية المعتمدة